لا يكون الموضوع بالاتفاق يعني ما بين الإقليم وال الإقليم وهذه الأحزاب المعارضة لإيران بالتحديد على استخدام السلاح قد يكون الأمر في بدايته يرتبط بجانب الإنساني يعني قضية اللجوء الإنساني مثلما أشار السيد النائب لكن المعارضة يعني سواء المعارضة القوى التي تعارض إيران أو حتى تعارض تركيا أتصور بأنها لا يمكن أن ننظر لها على أنها جسد واحد واخترقت يعني من قبل جهات داخلية وحتى خارجية بالشكل الذي يعني دفع بها إلى أن تكون ورقة ضغط يعني على دول الجوار العراقي ولذلك قد لا يكون من الصحيح أن نقول بأن الديمقراطي الكردستاني يدعم هذه الجماعات المسلحة ليس من مصطحة أو حتى الاتحاد الذي وصفته بأنه قريب جدا من إيران قد يغض الطرف عن قضية السلاح لكن بالنهاية الجغرافية العراقية تستخدم لتصفية الحسابات دوليا هنا أتحدث وهذا بحد ذاته يعني أثقل إقليم كردستان بشكل كبير جدا شكرا لكم